آخر موضوع أتكلم فيه الإصلاح الهيكل المؤسسي والاقتصادي للدولة تهيئة مناخ الاستثمار، انضباط مالي، إصلاح مؤسسي وتطوير جهاز الدولة الدولة اشتغلت على تهيئة مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات، تبسيط إجراءات، حوافز، تعزيز منافسة، إطلاق إصلاحات لبزات لقطاع الصناعة يمكن في إطار التشريعات 14 قانون جديد تم عملهم كلهم لتحفيز وتحسين مناخ الاستثمار والإطار المؤسسي بنية أساسية لكي تعمل الاستثمار لجنة الوزرية الفضل المنازعات خريطة فرص الاستثمارية، إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وحدة حل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء الوحدة دي تلقت على مدار السنة ونص اللي فاتت أكتر من 2650 وحدة بتت في 2100 منه والباقي بنخلصه على مدار الفترة اللي فاتت تبسيط الإجراءات، النهاردة حطينا عشرين يوم علشان إطلاق أو إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزولة النشاط بإجراءات معينة تبسيط الإجراءات ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومايكانت الإجراءات الإقراءات الضريبية ومنظومة التقادي عن بعد في المحاكم الاقتصادية ودي كانت أحد أهم الإنجازات اللي اشتغلنا عليها إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات ودي بالفعل أطلقناها وبدأت تشتغل عشان نستغنى عن الأعمال الورقية ونقلل التواصل ما بين المواطن والموظف التوسع في منح الرخصة الزهبية النهاردة احنا اشتغلنا في 24 شركة فعلاً أخذت الرخصة منهم 15 بدأوا عملية الإنشاء والتشغيل أيضاً للمشروعات بتاعتهم وبينتابع على طول بصورة مستمرة عمل هؤلاء كان مشكلة عندنا دايماً المصنعين يقولوا عندنا موضوع تملك الأرض ولا تخصصها بحق الانتفاع فتحنا المجالين وحطينا النهاية للتنمية الصناعية هي التي تصدر الرخصة الموحدة ما فيش جهة تانية في الدولة تدي أي موافقات وإن يبقى للمشروعات العملاقة أي مستثمر سيعمل مشروع كبير جداً نخصص له بصورة فورية الأرض للمصنع الكبير بتاعه علشان يقدر أنه يبني ونطلع له الرخصة الزهبية حزمة يمكن أن المجلس الأعلى للأستثمار أطلق مجموعة من حوافز الاستثمار الكبيرة جداً 22 إجراء اتعملوا وبنتنفذهم فعلاً بحوافز إضافية تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة ودايماً هذه النقطة كانت مهمة سيد رويس يتكلم عنها الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هي دور الدولة وما هي القطاعات التي تكون موجودة فيها وما هي القطاعات التي تتخرج منها والقطاع الخاص وبقى هناك لجنة عليا التي متابعة تنفيذ هذه الوثيقة حتى في موضوع التروحات والذي نحن أعلن عليه كدولة نحن نعمل عليها ونعمل عليه وننفذ تبقى للإجراءات وبالإطر التي نرىها لكي نفعل وننفذ الوثيقة التي كانت موجودة في مجال حماية المنافسة أطلقنا استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل قانون الحماية المنافسة وصدر قانون مهم جدا بيلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية وده كان مطلب من كل مجتمع الأعمال أن يبقى فيه هناك مسواة وده يتنفذ فعلا بهذا الشكل الإصلاح المؤسسي وده شيء مهم جدا وإحنا مشغلين عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري وده كل الخطوات اللي عملناها من إطلاق الاستراتيجية الوطنية إصدار قانون الخدمة المدنية تأسيس الأكاديمية الموطنية لمكافحة الفساد التحول الرقمي قاداء للإصلاح إطلاق الحكومة للبوابة مصر الرقمية والسراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعشرين ثلاثين والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى مع أيضا تطوير الإصلاح الإداري للدولة اللي شغالين عليه بخطة حديثة وتحديث والنقل للعاصمة هو جزء من هذا التطوير الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات ومن كل المشاكل اللي احنا فيها الدولة المصرية والاقتصاد المصري بيعتبر كل المؤسسات بتقول باستثناء هذه الفترة والأزمة العالمية الاقتصاد المصري مرشح أن يكون في عشرين ثلاثين من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم أهم شيء النهاردة من خلال هذا الموضوع ومن خلال حجم العمل اللي اتعمل وأنا يمكن قدامي اتنين ثلاثة سلايد أختم بيهم أهم شيء من كل المشروعات وده كان شيء كلنا لازم نبقى أغدين بنا منه كل سنة بيدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة عايزين يشتغلوا عايزين يفتحوا بيوتهم وعايزين يبقى لهم مستقبل احنا في 2014 كتنسبة البطالة 13 و2 من 10 احنا الحمد لله النهاردة 7 و2 من 10 ومع الزيادة السكانية اللي حصلت في الفترة دي معناها ان احنا مش فقط نزلنا ست نقاط لا احنا اكتر من كده لان خلقنا حجم فرص عمل ادى امل لشبابنا ان البلد دي فعلا بلده وعنه يقدر يعيش فيها حياة كارينة قبل الازمة كورونا عشان ااكد بس احنا كنا في 2012 الكتاب يقول ان مصر نموذج لدولة فشلة 2019 في نهاية 2019 قبل كورونا وقبل الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها المؤسسات كلها كانت ابتدت تقول ان مصر بالمسيرة اللي ماشى فيها ستكون من اكبر اقتصاديات على مستوى العالم اللي قال في خلال سبع سنين واللي قال قدامها 15 سنة عشان تبقى واحدة من الجي سابن انا بس بدي لحضراتكم ازاي كان بينزر الينا بعد ست سنوات من الجهد والعمل قبل ما تحصل الازمة اللي النهاردة ضربت العالم كله اللي بقى النهاردة كل العالم في حالة لخبطة وتخبط حيتعامل معها ازاي كل ده اللي احنا عرضناه في الاخر برضو المواطن اهم انه يعرف هنعمل ايه مع الازمة الموجودة انتو كورئيتكو ايه كدولة للتعامل مع التضخم ورتفاع الاسعار وايه رؤية الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية وازاي حنقدر ان احنا نسد الفجوة التمولية واسمحولي ان هذا العمل وهذه الاسئلة احنا لدينا جلسة ختمية ان شاء الله عن افاق المستقبل حنتعرض ونتطرق انا وزميلي في عرض مختصر جدا ازاي ان احنا بنتحرك في هذا الموضوع لدينا رؤيتنا بالرغم ان انا بقولها كل العالم ما فيش دولة بلا استثناء لا تعاني من الازمة اللي موجودة النهاردة وزاي ما حنوضح ان شاء الله في الجلسة القادمة لكن اللي انا عايز اتوقف عنده وانا باختتم كلمتي ان مش معنى ازمة زي دي اللي حصلت للعالم كله بيكتوي بيها ان نبدأ ان احنا نشكك في مصرنا ونفقد الثقة في بلدنا وان البلد اللي بتتحرك على مدار تسع سنوات بهذا الحجم الغير مسبوك من الانجازات يبقى معناه انها ماشية غلط بالعكس ما فيش دولة من الدول لان انا بدأت بيها العرض وهي على مدار التنمية ما كانش بتتعرض لعثرات وهي شغالة لكن ما حدش فيهم تراجع قال لا حنكمل فيه تحديات بس حنكمل لان لدينا اهم شيء الثقة في المصار اللي بتعمل احنا بنبني بلد احنا بنبني بلد احنا بنبني بلد بلد ممكن مش لينا انا بقولها جايز الاجيال اللي موجودة هي اللي بتعاني من دفع فطورة هذه الاصلاحات وبناء الدولة لكن ثقوا في الله وثقوا في المصار ان الدولة دي بازن الله هتستمر واولادنا هم حيتمتعوا وحتبقى دول تانية بتحط مصر على الخريطة وبتقول كيف نمت هذه الدولة وتبقى مثاليها انا بس حابة بقول هذه النقات ان شاء الله ربنا يكرمنا ربنا يكرمنا ونستمر على نفس السوابت الخمس سوابت اللي الدول التانية شغلت عليها واللي احنا النهاردة بنشتغل بيها التنمية تكون الاولوية برنامج وطني بيبني ولادنا المصريين مشروعات نكمل البنية التحتية بتاعتنا ومن ازهقش ومن قولش احنا امتى هنخلص قدامنا لسه وقت لكن طول ما احنا ان شاء الله معانا قيادة لديها رؤية وارادة للتنفيذ والاصلاح ربنا حي وقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة